عايزة روح لموضوع آخر ظهر من فترة في قطاعات الناشئين تحت عنوان الاستثمار المزعوم في قطاعات الناشئين كلمة الاستثمار دي كلمة مطاطة كلمة مطاطة ظهرت عندنا في الرياضة المصرية ظهرت في قطاعات الناشئين في الفترة الأخيرة آه ظهرت طبعاً طريق إيه وإزاي؟ هقول لحضراتكو الكصة والحكاية عشان الكصة والحكاية دي تستدعي لازم يكون فيه وقفة من اتحاد الكرة ومن وزارة الشباب والرياضة الاستثمار في قطاعات الناشئين بمعنى النهاردة هنروح على قطاع ناشئين ما مش هسمي أسماء أنا عندي الأسماء وعندي القطاعات الناشئين والأندية اللي تعمل الموضوع ده بيجي واحد النهاردة مستثمر يروح لقطاع ناشئين في نادي ما يقول له عايزة اشتري من حضرتك فرقة بتلعب جمهورية أو بتلعب منطقة تفضل عايز فرقة كام موليد كذا 2000 مثلا وخمسة عايز 2007 2008 تفضل الفرقة ايه المقابل المستثمر ده بيروح دفع للنادي مبلغ ما يقارب خمسمائة ألف جنيه أو سبعمائة وخمسين ألف جنيه أي أن كان الرقم فأصبح الفرقة دي بمسماها بالموليد بتاعتها خلاص مع المستثمر النادي قبط فلوسه الفلوس دي هيصرف على بقية الكطاع بتاعته بتاعه واللعيبة بتاعته الرجل اللي خد الكطاع أو خد الفرقة دي بيعمل ايه بقى عشان يلم الفلوس بتاعته سبعمائة وخمسين ألف جنيه القيد تلاتين لاعب فبيبدأ يعرض يقول يا جماعة اللي عايز يلعب في النادي الفلاني في بطولة الجمهورية ييجي هيتأيد في تحاد الكرة بس هيدفع مبلغ ما يقارب خمسين ألف جنيه تدفع تلعب تدفع هتتأيد وهتكون موجود بقت الرياضة كده تاني هتدفع خمسين ألف جنيه هتتأيد في الفرقة تلاتين لاعب في خمسين يعني بنتكلم في مليون ونص يعني المستثمر لم فلوسه وكسب وفي داهية المواهب في داهية المواهب اللي تظهر وتلعب وتاخد فرصة معنا معاك فلوس هتدفع وهتلعب طيب مفيش مستثمر الاندية بقت هي اللي وجدت الحل ده أو هي اللي بقت بتعمل الموضوع ده حتى لو مفيش مستثمر عندي قطاع ناشئين كبير بيضم برائم بيضم فرق بتلعب جمهورية وأيضاً فرق بتلعب منطقة بقى النادي هو اللي بيعمل الخطوة دي والطريقة دي بيروح دلوقتي بس النهاردة التسعيرة ببقيتش خمسين ألف جنيه قلت عشان الكبري المستثمر ده مبقاش موجود لا تعالى النهاردة أنا الفرق بتاعتي دي هاعلنها مفتوحة للناس اللي عايز يلعب يدفع عشرين وثلاثين ألف جنيه فالنهاردة نفس الكلام تلاتين لعب يتأيد واربعين لعب في العشرين تلاتين ألف جنيه لمتل مليون جنيه مليون ونص عشان أقدر أصرف على الكطاع هو بدا الفكر الموجود هل الفكر ده يا صح هل النهاردة اللي بعاه فلوس هو اللي هيلعب وهو اللي يكون موجود طب اللي معهوش خلاص اللي معهوش مايلزموش زي ما بقوله يعني وتقدر تقتل مواهب كتير موجودة دي مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة ظهرت وبالمناسبة المشكلة دي مش موجودة اليومين دول بس في الرياضة أو في قطاعات الناشئين أو في مسبقات الناشئين المشكلة دي موجودة بقالها فترة كبيرة بنتكلم في كذا سنة علشان كده من هنا بناشد تحاد الكرة المصري والقائمين فيه ولجنة المسابقات والقائمين على تطوير الرياضة المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لازم نخلي بالنا من النقطة دي نقطة مهمة جدا علشان نقدر نحافظ على مواهبنا واللعبين الموهوبين الموجودين الولد اللي عايز ياخد فرصة النهاردة ممكن ولد ما عندهش المقدرة أنه يدفع خلاص مايلعبش كرة ده بالعكس ده دلوقتي الأندية خلي بالكو ده أنا بقول لحضراتكو بقت تستثمر في فرقة في الكطاع ده وصل للأمر دلوقتي وصل للأمر دلوقتي أن بقت بيتبيع فرقتين وثلاث فرق فالأمر بقى صعب جدا صراحة علشان كده بقى تمنى من اتحاد المصري لكرة القدم لازم نشوف حل الموضوع ده كانت مشاكلنا كلها كانت مشاكلنا كلها بنتكلم في التزوير والتسنين والملاعب والمسابقات إلى أن ظهرت المشكلة الكبيرة دي بيجلنا خلي بالكو وفي ناس كتير بيبعتولنا على تليفون الخاص وببعتول البرنامج وعلى صفحة القناة شكاوة كتير من المحافظات بسبب الموضوع ده أنا لو عدت لحضراتكو كم الأندية اللي موجودة سواء في الدور الممتاز أو في القسم التاني أو في التالت أو في الرابع بتعمل الموضوع ده كم المبالغ والفلوس اللي بتتدفع من أولاية الأمور وللأسف كمان أولاية الأمور علشان يشوف ابنه لعيب كورة بينساك وراء الموضوع عايز يشوف ابنه لعيب كورة فالنهار ده أدفع أنا بقول لحضرتك لو هتدفع لابنك فلوس بالكم ده والمبالغ دي عشان تلعبه كورة أنا بقولك نصيح على الهوى أعاده جنبك في البيت أفضل ده نصب علني ده نصب رسمي أن الناس بتنصب على حضرتك علشان ابنك تلعب ويدفعك خمسين ألف جنيه وثلاثين ألف جنيه عشان يقولك أطلع له كرنيه ويكون موجود في بطولة الجمهورية بقت ظاهرة غريبة علشان كده علشان كده بناشد لاتحاد المصر مرة تانية وتالتة وربعة هفضل رؤى القضية دي فيه أندية كانت بتعمل الموضوع ده السنادي لغت فيه أندية كانت بتعمل الموضوع ده وبقولها من ضمن الأندية نادي كبير نادي المولين العرب كابتن يوسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين في المولين العرب السنادي يجيه أول ملاحة الظاهرة دي قال لهم لا ما ينفعش الكلام ده أنا النهاردة بعمل اختبارات وبنتقي علشان المواهب بس علشان كده كابتن يوسري عبد الغني ونادي المولين لو كان فيه سلبيات قبل كده النهاردة نقدم لهم التحية أنك بترجع في قرارك علشان مصلحة الكرة المصرية علشان كده أي نادي أي نادي أنت بتفكر دلوقتي في الاستثمار سنة وسنتين وتلاتة عشان تلم فلوس لكن الأسوأ هيبقى قادم مش الأسوأ للنادي بس لا ده الأسوأ للمنتخبات في السن ده تخيالي النهاردة وإحنا ندخلين على منتخب مصر 2005 وهيبقى عندنا 2007 وعندنا 2009 ويبقى معظم الأندية بتتكلم في مسابقات فيها ناس بتدفع فلوس عشان تلعب طب فين المواهب وفين المنافسة وفين اللعبة اللي هتظهر يعني كنا بنتكلم عن أندية الشركات والمؤسسات بتعمل الكلام ده ده أصبحت كمان أندية الحكومة بتعمل الموضوع كان زمان في القسم التاني وفي التالت ده دلوقتي أصبح كمان انتشر في الدور الممتاز أنا فتحت القضية لكن إن شاء الله مستمرين فيها مستمرين فيها ونتكلم فيها وممكن نتكلم عن أندية بتعمل الموضوع ده لما نقضي عن الموضوع ده وهنشوف اتحاد الكورة ووزارة الشباب وكل المعنيين بلاد المصري هيتكلموا ازاي وهيكون الامر ازاي ما تروح بالنسبة لهم خلال الفترة اللي جاي شكرا